ما عندناش فكر بالذات للمحافظات اللي هي ظهير صحراوي ما عندناش فكر أو منهج المحافظات الصناعية احنا عندنا المدن الصناعية لكن ما عندناش المحافظات الصناعية خلي بالك المحافظات اللي هي ظهير صحراوي انت ممكن تنميها بسرعة جدا وبتكلفة قليلة جدا لو انشأت صناعة كبيرة فيها هتلاقي كل الصناعات المكملة والمغزية راح تفتح جنبها بس ما تعملهاش بشكل عشوائي لازم تشوف كل محافظة يعني هديك مثالين مثال مثلا مرسى مطروح تبدأ من الحمام وتنتهي في حدودنا مع ليبيا أو السلو مظبوط يعني أو سيدي بران مظبوط إيه اللي في المحافظة دي هي عبارة عن شريط ساحلي بيستخدم 3-4 شهور في السنة مظبوط كاستجمام وسياحة داخلية سياحة خارجية يعني لسه ضعيفة والباقي ظهير صحراوي طيب بنفكر بقى قلنا إن محافظة مطروح هي المحافظة التي يتوفر لها كافة المحددات لتجعلها محافظة صناعية مثالية وتحديدا لصناعة السيارات دي دراسات بقى لها أسبابها مش عايزين نخش في تفاصيل فنية قوي يعني تمام؟ نيجي على محافظات سيناء شمال سيناء وجنوب سيناء محافظة مثالية للمنسوجات محافظة صناعية واعمل الكبير الصغار كله هيروح هتلاقيها تنمت لوحدها مش محتاج أنت بقى تروح تصرف عليها تريليونات عشان تنميها لأن طبيعي خلاص أنت عملت المصنع الكبير الناس فيه شغل فيه وظائف فيه صناعة فيه إنتاج كله هيروح عشان يقلل تكلفته أنه هو يكون اللي هي المصانع الصغيرة والمتوسطة اللي هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة هتروح جنبه عشان هي دي اللي هتديله الخمات الأولية أو القطع الصغيرة اللي بيستخدمها في إنتاجه كمصنع كبير بيطلع منتج كبير وهكذا ده فكرة موجودة عندنا أما الزراعة ده فكرة موجودة